السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن الاختبار الأضواء على الفصل الدراسي الثاني الاختبار الثاني صفحة 239 الصف الرابع الابتدائي سؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة أي من ما يأتي يعبر عن الشعاع بي سي الشعاع يعني إيه؟ يعني له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية الشعاع له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية أنا عندي ده بقول عليه قطعة مستقيمة وهنا ده شعاع بي سي وهنا ده خط مستقيم بي سي وهنا شعاع سي بي طبعا هو هنا عايز البي سي يبقى الشعاع اسمه بي سي سؤال الثاني أي من التعبيرات الآتية له نفس قيمة الكسر 5 على 8 5 على 8 تعال هنا أن هنا 1 أدي 2 أدي 3 أدي 4 أدي 5 المقامة 1 باخد 8 واحدة وبجمع البسط يبقى عند البسط هنا 5 يبقى 5 على 8 يبقى اختيار رقم 3 هنا لو جمعت الخمسة والتلاتة يديني 8 على 8 وهنا الواحد ده هفكه بتمانية على التمانية وهو التمانية واحدة واجمع التلاتة مع التمانية وهنا اضرب الخمسة في خمسة على التمانية سؤال لبعضه سؤال رقم اثنين سؤال رقم ثلاثة عدد درجات الدايرة الدايرة كلها 360 درجة الدايرة كلها 360 درجة التمثيل البياني الذي تستخدم فيه صور للتعبير عن البيانات يسمى انا بستخدم صور يبقى التمثيل البياني بالصور هستخدم الصور يبقى اسمه تمثيل بياني بالصور السؤال اللي بعده 4 من 10 يكافئ 4 من 10 معناها 4 على 10 لو لقيتها موجودة في الاختيار لو ملقتهاش يدور على كسر يكافئها كسر يكافئها يعني ايه يعني ضرب في رقم فوق ورقم تحت يديني كسر يكافئها تعال هنا نشوف هنا 4 على 100 هو ضرب تحت في 10 ومضربش فوق يبقى طبعا لا هنا 1 على 4 حتى لو بسطته ما يدينيش 1 على 4 فوق هنا 10 على 4 هنا زود صفر وهنا زود صفر يبقى هو الاختيار رقم 4 هنا ضرب في 10 بقت 100 هنا ضرب في 10 بقت 40 الصيغة الممتدة للعدد 2.35 جزءا من 100 تعال نفكوا عندي 2 صحيح زائد 3 من 10 يعني 3 جزءا من 10 زائد 5 من 100 يعني 5 جزءا من 100 هذه 2 صحيح و3 جزءا من 10 و5 جزءا من 100 السؤال اللي بعده سؤال رقم 7 1 وربع زائد 3 على 4 هجمع الأول أرفع الكسر عندي عدد صحيح وكسر أرفع الكسر 1 ف4 ب4 1 ف5 على 4 يبقى الكسر ده بقى 5 على الأربعة عملت إيه؟ ضربت وجمعت الواحد ف4 ب4 وجمعت عليه البسط بقى 5 على الأربعة كده المقامات واحدة هاخد منها أربعة واحدة هو جمع البسط 5 و3 هيديني 8 على الأربعة 8 على الأربعة عايزة تتبسط لأنها تقبل الإسمة 8 تقبل الإسمة على الأربعة إلا ضربه ف4 يديني 8 اللي هو الاتنين يبقى عندي الاختيار رقم 2 ثانياً أكمل ما يأتي 7 زائد 9 أجزاء من 10 زائد 2 جزء من 100 عايز العدد الصورة القياسية هو يجيبه في الصيغاء الممتد 7 صحيح ودي العلامة العشرية بتاعتي 9 من 10 يعني 9 بعد العلامة على طول وهنا 2 جزء من 100 قد 2 جزء من 100 صورة رقم 9 مربع طول دلع 3 على الأربعة فعايز محيطه محيط المربع بيساوي طول الدلع في 4 هاخد الثلاثة على الأربعة ديت في 4 يبقى عندي محيط المربع طول الدلع في 4 هنا الأربعة ده عدد صحيح بعتبره على 1 وبدرب البسط مع بعضه والمقام مع بعضه بدرب البسط مع بعضه والمقام مع بعضه ولو عندي تبسيط ممكن أبسط قبل الضرب أنا عندي هنا أربعة في البسط وهنا أربعة في المقام يتبقى لي المحيط هيتبقى لي 3 ولو عايز تضرب هتضرب 3 في 4 في 12 12 على 4 هتديك 3 نشوفوا السؤال رقم 10 هنا المقامات واحدة هنا 10 وهنا 10 هجمع الأعداد الصحيحة مع بعضها والأعداد الكسور مع بعضها الاتنين واحد هيديني 3 المقامات عشرة باخد منها واحدة بس وبجمع 7 و 3 هيديني 10 10 على 10 هيديني 1 صحيح يبقى نتك يقول له هيساوي أربعة علشان أن العشرة على عشرة بتديني واحد والواحد بحطه على الثلاثة يديني أربعة سؤال رقم 11 هي الجزء من خط مستقيم ولها نقطة بداية جزء من خط مستقيم ولها نقطة بداية يعني لها بداية ولها نهاية اللي هي القطعة المستقيمة القطعة لها نقطة بداية ونهاية القطعة المستقيمة نشوف السؤال الثاني عدد الزوايا المنفرجة في الشكل أريد عدد الزوايا المنفرجة طبعاً دي قائمة ودي قائمة المنفرجة اللي هي دي أكبر زاوية ودي أكبر زاوية يبقى عندي زاويتين عدد الزوايا اتنين الشكل الخماسي الأضلاع له نقط رؤوس هو له خمس أضلاع ولو خمس رؤوس عدد قصور الوحدة التي تكون لكسر الاعتياد يعني إيه كسر وحدة؟ يعني عينك على البسط ويجيب الرقم اللي في البسط بس قصور الوحدة اللي هو ثلاثة ليه؟ علشان أنه هقوله واحد على أربعة زايد واحد على أربعة زايد واحد على أربعة اتقررت كم مرة كسر الوحدة ثلاث مرات ناتج الطرحة عند عدد وكسر ناقص كسر لازم أرفع الكسر الأول الواحد في خمسة بخمسة وتلاتة تمانية على خمس ناقص أربعة على خمسة يبقى قبل مطرح لازم أرفع الكسر قبل مطرح لازم أرفع الكسر أضرب واجمع الواحد في خمسة بخمسة ومعي تلاتة فوق يديني تمانية وكده المقامات واحدة باخد خمسة واحدة بس وبطرح البسط تمانية نقص أربعة يديني أربعة ودي كسر حقيقي البسط صغير والمقام كبير يبقى مالوش تبصي نشوف الصفحة اللي باعتها ثالثا اختر الإجابة الصحيحة سؤال 16 قياس الزاوية نقط أكبر من قياس الزاوية القائمة أكبر من القائمة يبقى باعت منفرجة أكبر من القائمة اللي هي مين المنفرجة العدد الأقل تقرارا على مخطة التمثيل بالنقاط أقل عدد هنا أقل إكسات هنا طبعا اللي هو واحد وربع العدد الكسري الذي يكافئ الكسر غير الحقيقي سبعة لاربعة عايز عدد كسري يعني عايز عدد صحيح وكسر طبعا انت ممكن ترفع كل الكسور ده وتشوف ايه اللي بيديك الرقم وممكن تحلها من جر ما ترفع الكسور دي كلها ان احنا ننزل بعدد يابل الاسم على الاربعة حاجة ربها فاربعة تقبل الاسم يعني انا لو نزلت الستة في حاجة ربها فاربعة تدين ستة لا مفيش انزل خمسة في حاجة ربها فاربعة تدين خمسة برضو مفيش انزل الاربعة في حاجة ربها فاربعة تدين اربعة يبقى هاخد الاربعة الاربع هيدوني واحد صحيح المقام اربع زي ما هو خدنا من السبع اربع اتبقى من السبع تلاتة يبقى انا بنزل لحد العدد نفسه لو ملقيتش حاجة تديني الاسمة تقبل الاسمة على العدد نزلت الحد الاربع اربع اربع اتبقى منها تلاتة والمقام تنزله زي ما هو ملكش دعاوه بي حتى لو جيت ترفع الكسر الواحد فاربع باربع وتلاتة سبع على اربع يبقى هو نفس الاختيار لو هترفع الكسور نشوف السؤال التاني العدد العشري الذي يكافئ العدد الكسري خمسة وسبعة على مية عايز عدد يكافئ خمسة وسبعة على مية تعال هنا نشوف الاختيارات بتاعتنا هنا سبعة طبعا لا هنا خمسة هنا سبعة هنا خمسة طبعا السبعة العدد الصحي اللي عندي خمسة فمش اخد الاختيار ده ولا الاختيار ده انا هبص على الاختيار ده وعلى الاختيار ده انا عندي هنا خمسة وسبعة من عشرة يعني العدد ده اسمه خمسة وسبعة من عشرة يعني سبعة على عشرة او ممكن اكتبه سبعة وخمسين على عشرة طيب نشوف العدد التاني ده خمسة صحيح وسبع اجزاء من ماء يعني سبعة على ماء يبقى نهو لشكل العدد اللي بيكافئه اللي بيكافئ الكسر ده خمسة وسبعة على عشرة هو شال صفر من تحت طيب هو هنا لو انا هحطه حط علامة بعد رقم لكن هنا هحط علامة بعد رقمين هو حط صفر ما كان العلامة اللي مش موجودة يبقى الاختيار رقم واحد السؤال رقم عشرين حاصل ضرب تلاتة في اربعة على سبعة طبعا اي عدد صحيح معناها على واحد بضرب البسط مع بعضه والمقام مع بعضه لو ما عنديش حاجة تتبسط التلاتة في اربعة بتديني اتناشر والواحد في سبعة بسبعة لو انا عايزة حوله الكسر حقيقي هنزل لحد السبعة سبعة على سبعة هتديني واحد صحيح والمقام زي ما هو ملكش دعوة به والاثناشر خدنا منها سبعة يتبقى لي منها خمسة طبعا لو لقيت الاختيار ده ماشي ملقيتش يخد الكسر لغير حقيقي لو و 12 على السبعة نشوف سرقم واحد وعشرين الكسر الاعتيادي 8 على 12 في أبسط صورة تعال نفك الكسر دوت عايزة بصطه التacyار دي اتنين فاربعة والو اتناشر ثلاثة فاربعة ه Austin على اربعة فوقه تحت هاسم هنا على 4 وهاسم هنا على الاربعة تماني على الاربعة هتديني اتنين وتناشر على الاربعة هتديني اتلاتا يبقى على ثلاثة. سعر رقم اتنين وعشرين. عند المقامات مش واحدة. قبل مجمع اوات راح لازم واحد المقامات. هضرب هنا في عشرة زي ما ضربت في المقام. اضرب في البسط. وبعد كده اجمع. كده المقامات بقت واحدة. هاخد منهم مية واحدة وجمع البسط. اتنين وصفر يا نفسها الاثنين واحد وتلاتة يديني اربعة يوبا اتنين واربعين على المية. اختيار رقم تلاتة. شوف السعر رقم اربعة. اقرأ ثم اجيب رتب الكسور العشرية الاتية ترتيبا تنازليا 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 يعني من الاكبر الى الاصغر. تنازليا يعني من الكبير. اول حاجة هبص العلامات الاول اشوف العلامات كلها شكل بعضها ولا لا? هنا علامة من مية يعني بعض رقمين وهنا علامة من مية 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 بعض رقمين. كده العلامات متساوية هبدأ رتب على طول. اول حاجة علامة بعدها ستة علامة بعدها اتنين علامة بعدها تلاتة علامة بعدها صفر يعني انا بشوف الرقم اللي في خانة الجزء من عشر الرقم اللي في خانة الجزء من عشر من الرقم الهين الكبير الصفر ولا التلاتة ولا الاتنين ولا الستة طبعا الستة يبقى هبدأ الترتيب بتاعي ب خمسة وستين جزءا من ماء نشوف اللي بعده هنا اتنين وهنا تلاتة يبقى التلاتة هي الكبير يبقى اتنين وتلاتين جزءا من ماء هنا اتنين هنا صفر يبقى سبع وعشرين جزءا من مأة. اخر حاجة اربعة جزءا من مأة. نشوف السؤال اللي بعده اكتب اربع كسور متكافأة لكسرة تلاتة على خمسة. كسور مكافأة يعني اضرب في البسط واضرب في المقام. هنا هاضرب في اتنين اتنين في تلاتة بستة. هاضرب تحت في اتنين اتنين في خمسة بعشر. هاضرب في تلاتة تلاتة في تلاتة بتسعة تلاتة في خمسة بخمستاشر. هاضرب في اربعة تلاتة في اربعة باثناشر. تحت في اربعة اربعة في خمسة بعشرين. هضرب في خمسة تلاتة في خمسة بخمستاشر. هضرب تحت في خمسة خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. نشوف السؤال اللي بعده. يرسم الزاوية. طيب نحل السؤال الاخير وبعدين نرسم الزاوية بر. شرب هاني واحد وتلاتة على تماني لتر من الماء. وشرب سمير واحد وخمسة على تماني لتر من الماء. كم لتر من الماء شربه هاني وسمير معه. هنجمع طبعا. واحد وخمسة على تمانية زائد واحد وتلاتة على تمانية. المقامات واحدة هجم على طول العدد الصحيح مع العدد الصحيح والكسر مع الكسر واحد واحد يديني اتنين. المقامات تمانية باخد واحدة خمسة وتلاتة يديني تمانية. تمانية عالتمانية يديني واحد. هطل واحد على الاتنين يبقى تلاتة. يبقى هقول له عدد اللترات اللي شربها هاني وسمير معا تلاتة لتر. نشوف الرسمة بيقول يرسم زاوية سبعين درجة زاوية حد زاوية حدة زاوية نوحة ايه نوحة حد اقل من تسعين تبقى زاوية حد هنرسم خط شعيع وهنبدأ نثبت المنقلة بتاعتنا على السبعين خلي النقطة على النقطة والخط على الخط الخط الاسمر الخط اللي انت رسمه والنقطة على النقطة ونبص على الارقام اللي تحت هنبص على الارقام اللي تحت هنا الزاوية لما تكون مثبت على اليسار بتبص الارقام اللي تحت لو انت عاملوا النقطة على يمين ومثبت على يمين بتبص على الارقام اللي فوق. السبعين تحت هنا. هحط نقطة مكان السبعين هنا وهو. وهبدأ اوصلها. يبقى دية زاوية سبعين درجة. طبعا انجليزي. سبعين درجة. يبقى دي الزاوية بتاعتي سبعين درجة. ممكن تسميها تقول عليها ايه بي سي وممكن تسيبها. يبقى دي زاوية نوحة حدك احنا خلصنا الاختبار رقم اتنين. ان شاء الله الفيديو القادم هناخد الاختبار التالت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.